او في نفس الاطار الخاص بعلاقة الجهاز الفني باللعابين وبذكر اسمه اللي كنا لسه مقوله من شوية صالح جمعة واحد من اهم لعيبة النادي الاهلي لعيبة منتخب مصر الجهاز الفني كابتن حسام البدري بيرفض تلويح صالح جمعة بورقة الانتقال للزمالك خلال الفترة اللي فاتت شفنا اشعاعات واخبار بتقول ان فيه كلام من قبل المسؤولين في نادي الزمالك مع صالح جمعة عشان يكون موجود فيه انتقالات يناير والاخبار دي تسربت بشكل او باخر الاخبار دي قابلها ردة حاسم من الجهاز الفني لنادي الاهلي كابتن حسام البدري ان مفيش اي ضغط هيحصل على الجهاز الفني صالح جمعة سبيله الوحيد للعودة لتشكيل النادي الاهلي مش الضغط بورقة الانتقال للزمالك ولكن سبيله الوحيد للعودة هو تقديته في التدريبات بشكل جيد والتزامه بشكل جيد عشان يرجع للصورة مرة تانية وعشان يجود موجود في الصورة وضمن خيارات واختابة